بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المرسلين مرحبا بكل من التحق بقناة أم عبد الرحمن وضعية إدماجية عن الشعر في صدر الإسلام للسنة أولى الثانوي شعبة آدم إذن نبدأ على بركة الله الوضعية هذه أكيد رح تكون في الاختبار الثاني ماذا بيا التلميذ اللي شافوا الفيديو يكملوه الأخير باش يستفيدوا منها إذن عصر صدر الإسلام جاء بعد العصر الجاهلي الذي امتاز بخشونة الألفاظ وقصوتها كالقتل والحرب والسيف إذن أشرحها قليلا كما نعلم بأن العصر الجاهلي كانت تسده القابلية والعصابية وكانوا يتفخرون بأنسابهم ويذمون الأنساب الأخرى لذلك كانوا يستعملون ألفاظ قاسية جدا في الذنب أو في الفخر الآن نشوف وشتهو التغيير الذي أحدثه الإسلام في الشعر عندما دخل الإسلام تغيرت الألفاظ كلها إلى ألفاظ إسلامية الألفاظ الخاصة بالقسوة والقتل والسبي سبي النساء وقتل الأطفال بالسيف كلها أرحت ماذا أحل محلها إذن تغيرت الألفاظ كلها إلى ألفاظ إسلامية كالنور الإسلامي الجنة الرسالة الأذان إلى غير ذلك ثانيا تغير منهج الشعراء من شعراء فخر لقبائلهم إلى شعراء لنشر الرسالة المحمدية والدين الإسلامي كذلك ماذا تغير الذي أحدثه الإسلام في الشعر أنه تغير أنه تم القضاء على العصابية القابلية تم القضاء عليها نهائيا وهي التي كانت تحرك الشعراء في العصر الجاهلي الآن من هم أبرز شعراء صدر الإسلام أبرز شعراء صدر الإسلام هم الشعر حسان الصحابي حسان بن ثابت عبد الله بن راباح كعب بن مالك وكعب بن سهير تراجع الشعر في عصر صدر الإسلام لعدة أسباب منها القضاء على السوسة التي كانت تعلي أو تعلي قيمة الشعر والمتمثلة في العصابية القابلية مدام أن خصوصاً سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نهى وقضى على العصابية القابلية بالقضاء على هذه العصابية القابلية تم القضاء على الشعر لأنها هي التي كانت تحرك الناس في قوله إذن نسميها بسوسة هي السوسة التي كانت تحرك الناس لقول الشعر أصبح الناس مهتمين بالدين الجديد ونسوا الشعر نهى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن العصابية القابلية لأنها أساس التفرق بين الناس وجمعهم تحت راية الإسلام الآن السؤال الأخي الذي يبقى مطروح في هذه الوضعية لماذا لم يقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الشعر لا رغم أنهم كانت الناس تتفاخر بقوله كانت كل الناس تتفاخر بقوله لماذا لم يقوله ذلك الحكمة ربانية وهي إبراز جوهر القرآن وبلغته وإعجازه وكذلك التكذيب الكفار وكذلك التكذيب الكفار الذين زعموا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شعر إذن الآن سنقرأ الوضعية بدون شرح وضعية إدماجية عن الشعر في صدر الإسلام عصر صدر الإسلام جاء بعد العصر الجاهلي الذي امتاز بخشونة الألفاظ وقصوتها كالقتل والحرب والسيف التغيير الذي أحدثه الإسلام في الشعر تغير الألفاظ تغيرت الألفاظ كلها إلى ألفاظ إسلامية كالنوري الإسلامي الجنة الرسالة الأذان تغير منهج الشعراء من من شعراء فخر لقبائلهم إلى شعراء لنشر الرسالة المحمدية والدين الإسلامي تم القضاء على العصابية القابلية أبرز شعراء صدر الإسلام هم حسان بن ثابت وعبد الله بن رباح كعب بن مالك وكعب بن زهير تراجع الشعر في عصر صدر الإسلامي أسباب عديدة منها القضاء على السوسة التي تكاينت تعلق قيمة الشعر والمتمثلة في العصابية القابلية وأصبح الناس مهتمين بالدين الجديد ونسوا الشعر نهى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عنيج العصابية القابلية لأنها أساس التفرق بين الناس وجمعهم تحت راية الإسلام يبقى السؤال المطرح لماذا نهى الله سبحانه وتعالى سيدنا محمد عن قول الشعر وذلك لإبراز جوهر القرآن وبلغته وإعجازه وكذلك لتكذيب الكفار الذين زعموا أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شاعر كانت هذه الوضعية الإذنشية نتمنى أنكم كنت تبحثوا عليها إلى اللقاء في فيديو أخر بإذن الله تعالى